في البئر تحسب الثانية بعام وذلك على توقيت ساعة أم ريان الموجوعة على طفلها الغائب تحت الأرض منذ عصر الثلاثاء في شيفشاون شمال المغرب سرعت كل طواقم الإنقاذ والأمن والصحة لإنقاذ ريان ذي الخمس سنوات بعد أن سقط في بئر حفرتها ضيقة وعلى عمق ثلاثين مترا اتجهت أنظار العالم أجمع متتبعة كل ثانية من أعمال الحفر الموازي للبئر وبروية وهدوء خشية أن تنهار بعض أجزاء التربة أو تنقطع فرصة خروج ريان على قيد الحياة وحتى إعداد هذا التقرير كانت المعلومات الأولية التي وصلت لخالد أورام والد ريان أن طفله بخير ويصله أكسجين الطاقم الطبي الذي يوفره منذ سقوطه نحن نتضامن مع الولد الذي عزيز على كل مغاربة وعلى العالم بإسراء والولد يتضامن معه وكانت من الله سبحانه وتعالى يخرج على الدري خروج ريان لن يثلج قلب أمه وأبيه فحسب لكنه سيطمئن العالم أجمع من مشرقه وحتى مغربه بعد أن توحدت كل جموع البشرية حول العالم وتمسكوا بإنقاذه قبل أي شيء يخرج ريان وبيده مفتاح لبيت واحد وحد فيه أمهات العالم ورجاله وأطفاله وكأن البئر الذي سقط فيه ريان وأصبح وأمس حبيس الأنفاس البشرية كأنه حمل بيده عنوان الترابط بين العرب وأكد اللحمة بين الشقيق والشقيق مهما بعدت المسافات تحت الأرض أو في أبعد سماء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر